أبناء التاسع أساسي مرحبا بكم في هذا الفيديو والذي موضوعه نظرية طالس عما تتحدث نظرية طالس لتكون ثلاث مستقيمات متوازية ومستقيمان يقتعانها لو نحرك هذا المستقيم MN مع بقائه موازيا للاثنين الآخرين للأسي والبدي نلاحظ أن هناك أبعادا على اليمين أعدادا على اليمين تتغير بعد أم بعد أم بي السيئان الأن دي وكذلك الأم على الأم بي النسبة أم على أم بي والنسبة سيئان على أم دي الأم الأم بي السيئان الأن دي كله يتغير إلا أن هذا العدد يبقى دائما مساويا لهذا العدد النسبة أم على أم بي دائما مساوية لسيئان على أم دي ما معنى ذلك؟ ما معنى أن تبقى أم على أم بي مساوية لسيئان على أم دي يعني إذا كان أم يمثل نصف أم بي فإن السيئان ستمثل أيضا نصف أم دي سنبحث عن هذه الوضعية إذن يجب أن يكون هناك 0.5 هنا في هذه الحالة أم على أم بي يساوي 0.5 معنى ذلك أن أم هو نصف أم بي أم هو نصف أم بي كذلك السيئان سيكون نصف أم دي يمكن أن نقرأها بطريقة أخرى أم بي هو ضعف أم إذن كذلك الان دي هو ضعف السيئان لو نأخذ وضعية أخرى مثلا أبحث عن عدد ثلاثة هذا العدد تقريبا تقريبا ثلاثة لأن الاستقرار على عدد ثلاثة بالضبط لن يكون سهلا نعتبره ثلاثة هذا ما معنى أم على أم بي يساوي ثلاثة يعني الأم هو ثلاثة أضعاف أم بي الأم ثلاثة أضعاف أم بي كذلك سيكون السيئان ثلاثة أضعاف الان دي إذن لنلخص في وضعية مثل هذه يمكن أن نكتب أن أم على أم بي أم النسبة أم على أم بي مساوية للنسبة سيئان على أم دي كذلك يمكن أن نكتب أم على الكل على أبي تساوي سيئان على سيدي سيئان على سيدي كذلك يمكن أن نكتب أن أم ثم أنتقل إلى المستقيم الآخر على السيئان ثم أعود المستقيم الأول تساوي أم بي على مستقيم الثاني أن دي ثم أعود المستقيم الأول تساوي أبي على سيدي هذا ما كنت أقوله طيب ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لأتمكن من كتابة هذا يجب أن يكون لديك ثلاث نقاط على استقامة واحدة ولديك مساقطها سي هو مسقة أ على دلتاثنين وفقا لمنح أسي أن هو مسقة أم على نفس المستقيم دلتاثنين وفقا لنفس المنحة لأن المستقيمات هذه متوازية والدي هو مسقة بي على دلتاثنين وفقا لنفس المنحة تجدونه مكتوبا هنا في هذه الحالة يمكن أن نكتب هذه العلاقات تطبيقات تطبيق واحد ثلاث مستقيمات متوازية يقطعها مستقيمان ولدينا هذه الأبعاد هل يمكن أن أطبق نظرية طالس التي كنا نشاهدها منذ قليل لدينا ثلاث نقاط على استقامة واحدة ولدينا ما ساقطها على هذا المستقيم وفقا لنفس المنحة نعم يمكن أن نطبق ما كنا نكتبه ما كنا نشاهده إذن 4 على x تساوي 3 على 7.5 أو x على 4 تساوي 7.5 على 3 أو 4 على 3 تساوي x على 7.5 كلها تؤدي لنفس النتيجة ماذا اخترت أنا؟ اخترت هذه كيف نستخرج x من هذه المساواة أو من هذه المعادلة؟ إذا أردناها مباشرة إذا أردنا x مباشرة فنضرب هذين العددين ونقسم على العدد المقابل لx العدد المقابل لx هو الذي نقسم عليه وإذا أردنا أن نسير خطوة خطوة نقول أن الجذاءات المتقاطعة متساوية ف3 ضرب x يساوي 4 ضرب 7.5 كيف نستخرج x؟ نقسم يسارا ويمينا على كم؟ لتبقى x بمفردها نقسم على 3 فتكون x يساوي 30 على 3 x يساوي 10 ملاحظة هنا شباب عندنا الأربعة وعندنا الإكس كيف ننتقل من الأربعة إلى الإكس؟ نسأل أنفسنا كيف انتقلنا من الثلاثة إلى 7.5 ضربا أو قسمة فقط يعني في كم ضربنا الثلاثة لنتحصل على هذا العدد أو على كم قسمناها لنتحصل على هذا العدد الثلاثة ضربت في 2.5 لنتحصل على 7.5 كذلك تضرب الأربعة في 2.5 أربعة في 2.5 هي عشرة إجابتنا صحيح تطبيق ثاني ثلاثة مستقيمات متوازية يقطعها مستقيمان ولدينا هذه الأبعاد هل يمكن أن نطبق ما كنا نشاهده منذ قليل؟ لدينا ثلاث نقاط على استقامة واحدة لدينا مساقطها وفق نفس المنحة على هذا المستقيم نعم يمكن أن نطبق نظري الطالس فنقول X على 12 لماذا لم نقسم هنا X على هذا البعد؟ كم هذا البعد؟ هو أيضا مجهول هذا مجهول وهذا يضاف له مجهول آخر ما هي قيمته هذا بدلالة X؟ هذا هو 12 إلا X كان بالإمكان أن نقول X على 12 إلا X تساوي 5 على 15 هذه صحيحة توصلنا إلى الحل ولكن مع قليل من التعب الأفضل أن نكتب X على 12 تساوي 5 على 20 كيف نستخرج X؟ إذن إذا أردنا النتيجة مباشرة نضرب هذين العددين ثم نقسم على العدد المقابل لX أو خطوة خطوة الجذاءات المتقاطعة متساوية 20 ضرب X تساوي 5 ضرب 12 نريد X نقسم على العشرين يسارا ويمينا فتصبح 60 على 20 تساوي 3 ملاحظة عندنا 12 ونبحث عن X كيف انتقلنا من كل هذا البعد إلى 5؟ 20 نحو 5 ضربا أو قسمة قسمنا على 4 كذلك الـ 12 تقسم على 4 فنجد 3 X 3 إجابتنا إذن هي صحيح تطبيق ثالث والأخير إذن لدينا هذا الشكل هذا المثلث مثلث ABC ولدينا نقطة تاني D و E بحيث المستقيم D و E موازي للCB هل يمكن أن نطبق نظري طالس؟ نعم لدي ثلاث نقاط على استقامة واحدة ولدي مساقطها على المستقيم AC وفقا لمنحة BC مساقطة B على السي وفقا لمنحة BC هو السي مساقطة E وفقا لنفس المنحة هو D مساقطة A هو A إذن ما تقول نظري طالس؟ عندنا الخيارات عديدة ممكن أن نكتب 9 على X تساوي 7 على 5.6 أو X على 9 تساوي هذا على هذا ماذا اخترت أنا؟ 9 على X تساوي 7 على 5.6 كيف نستخرج X؟ نضرب هذين العددين ونقسم على 7 أو خطوة خطوة الجذاءات المتقاطعة متساوية 7 ضرب X تساوي هذا الـ X نقسم على 7 يسارا ويمينا تساوي 7.2 شكرا لكم على حسن الانتباه وإلى فيديو جديد بإذن الله